السلام عليكم و مرحبا بكم في القناة سوف نشارك معكم لطاة الحوت شرمولة تقليدية و شرمولة مغربية عادية نحتاج فاقص برو مدنس يكونون مصورين من الشفين نضفع لهم فصوص تومة ملحة و البزار الخرقوم و كامون سوف نضفع لهم سودانية كما تعرفون الحوت أو شرمولة الحوت نضيف حارة و نضيفه نضيفه بالزيد و لكن يبقى بطغير حل لحسب الضوك عصر الحامض و خل و زيت زيتون نضيفه من الشرمولة قبل أن نضيفه علي الماء لنشرمه الحوت بعد أن نضيفه علي الماء نضيفه علي الماء و نضيفه لنشرمه حول الخضراء خذززززززو قطعته دوائر و نضيفه حول ماء لإطلاقه بسرعة و في نفس الوقت مع الحوت و قطعتها نفس الطريقة و نقطعتها دوائر و لكن هنا لم أصلقم لانا كانت عندي الحوت عناية تلجى الوقت اللي كتدو في الحوت الطيب غادي الطيب اللي يحتى بطاطا اما إلا كان الحوت مثلا صغير وخفصو الطيب اللي يقبل و بطاطا تبقى خضر كنغليها واحد شو كنصفاعة كننقضى في اللاطا قبل ما نحط فعليها الحوت اذا بنفس طريقة غادي ندير بطاطا نشرم لها حتى هي نقضى من فوق الخيزة الجزر يكون دائما من التحت لانه هو كيشت شوية الطيب غادي نقضي هذه من الفوق ونضع الحوت حتى هي نقضيها في اللاطا كيفما ذكرت كننخضو شوية من ذلك شرمو لكن قبل ما نزيدو فيها الماء هنا الحوت كانت عندي مكلجة وخشبت شوية من قبل ما تطلقتش شرملتها ولكن ما شرملتها مزيان خليت حتى طلقت عاد بديت كننشرمل فيها وكيمل احسن الى كان الحوت الطري انكم تشرملوه مزيان قبل ما تحطوها كي تشربوا كي يجيكم بنين كيفما شفتو حليته ودرت فيه دوائر دي الحامض ودرت دوائر دي الحامض فوقها بطاطا اختيت واحد ماطيشة حكيتها في ذلك لاصوس اللي بقات لكي تعطينا واحد شوية دي السلسلة اللي تكون خاطرة كنقضوها كانت زيين ممكن انكم تدروا ففلة حارة انا ما كانش عندي متوفرة هنا مدرتش درت الففلة الوان مقطعها هكا طويلة والحوت كي يبغي الحار ولكن كي يبقى على حسب الضقكم ولا حسب حتى الحجم دي الحوت قدش اذا كان كبير ولا صغير تدروا العطرية على حسب ضقكم وكتضقو تزيدو تنقصو الحسب اللي كي يناسبكم اذا غضي نقعد الفلفلة غضي نكوب بذيك اللاصوس اللي يضفت عليها والذيك الشرمولة اللي يضفت عليها ما طيشة هيفاش غضي تطيب الخضر او لغي بطاطا ويكمل الحوت الطياب ديالو عادوة غضي تغطا ويطلق الماء خصصا كيف ما اذكرت انا عندي هنا هذي كونجولي وما اخديتش حسابي مزيان ما تجبتاش قبل ما تطلقتش لياب بسهولة اذا من بعد ما درت هذيك اللاصوس من فوق قدرت واحد شوية اللي يزيد زيتون فوق الحوت دائما ايه باش نسموه وراها الحوت بطبعه كيكون زوين ما يحتش ولكن كنعطاه واحدة كيكون ديال الشرمولة وديال اللطة ديال الحوت اللي كنعرفوه اذا غضي نغطيه مزيان بالسلوفين نعود نغطيه بالبابي ألمينيوم كندخله الفران يطيب على النار اللي غضي تكون متوسطة منجهدوش علي العافية كنخليه كي طيب وهو يرى سيطلق الخضراء سيطلق لنا الماء حتى الحوت كما ذكرت سوف ينايها واجد طيبة مقادة سوف نشعلها الفرنعي وحد شوية تحمر وهذه سلطة زيت تعقاد سوف نقدمها مزينة بواحد شوية ديال المادنوس ديال الوصفة ديال اليوم نتمنى انها تكون نالت الايجاب ديالكم كيفما شفتم هنا قدمتها مع سلطة ديال الروز عادية اللي كان نديرو بطن والخضر انا اضفت له وحد شوية ديال الزبيب كيعطيها وحد طعم زوين وحتى الوليدات الصغار كياكلوها بلا ما كيردوا مع البال بعد مرس كيكونوا الدراري ما كيبغوش الزبيب مهم كفكرة نتمنى انها تكون نالت الايجاب ديالكم شكرا لكم على المتابعة و الى فيديو القادم إن شاء الله شكرا لكم على المتابعة